ألا بيكو لما الشعب المصري نزل في 25 يناير وقال عيش حرية عدالة اجتماعية الحقيقة كل كلمة من الثلاث كلمات دول أو كل هتاف من هتافات ثورة يناير كان يعني عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة كان يتحدث عن واجبات السلطة تجاه الشعب ما الذي يفترض أن تقدمه أي سلطة لهذا الشعب المصري العيش معروف اتكلمنا عنه الحرية معروفة اتكلمنا عنها والاتنين ما فيش لنا نصيب فيهم في ظل وجود سيء الذكر لكن الهتاف الثالث العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية لما نزل الشباب وأنا كنت واحد منهم في ثورة 25 يناير يقولوا عدالة اجتماعية اللي كانوا بيهتفوا كانوا نموذج مصغر لفكرة العدالة الاجتماعية ازاي؟ كان الكل سواسية في المدان بيطلبوا بنفس الحقوق ان الناس كلها تبقى حاجة واحدة ان يكون فيه توزيع عادل للثروة ما يكونش فيه بشوات وسوبر بشوات وباقي الشعب شحتين او طبقة وسطة او طبقة فقيرة اللي كان بيهتف الكلام ده كان منهم بشوات وكان منهم سوبر بشوات وكان منهم ناس من الطبقة الوسطى وكان منهم ناس فقراء كان منهم شباب متعلم وكان منهم شباب ما كملش تعليمه كان منهم شباب مؤهلات عليا وكان منهم شباب دبلوم صنايع النموذج او الحالة اللي نزلت في 25 يناير وكانت بتقول عدالة اجتماعية كان المدرس بيقولها والدكتور والمهندس والنجار والقيماجي والراجل بيع اللبن وبيع الجرائد والولد اللي لسه في الثانوية عامة كلهم كانوا مع بعض وكنا بنقول ايامها كتف في كتفك واحد صفك حركة وطنية واحدة ضد السلطة اللي بتتباحنا واحنا بنهتف عدالة اجتماعية ليه هتفنا عدالة اجتماعية عشان ما نتكلمش على اللي نتكلم عنه دلوقتي ليه قلنا عدالة اجتماعية ليه عبدالفتاح السيسي عنده مشكلة كبيرة مع 25 يناير عشان العدالة الاجتماعية الصورة اللي هتظهر قدام حضرتك دلوقتي واللي لها علاقة مباشرة بأزمة الكهرباء هي تكسيد لفكرة ليه جلنا والشعب المصري طالب بالعدالة الاجتماعية في 25 يناير وليه سيء الذكر اللي ماسك الكوب سواء اللي نتمنى انه هو يعني ان شاء الله يكون فيه طيار كهربائي فعلا وترتاح مصر كلها من ازمتها الكبرى في وجوده على رأس السلطة اللي بيطارد او بيحارب ثورة 25 يناير عشان العدالة الاجتماعية الناس اللي نزلت في 2011 كانت تتمنى ان الكهرباء تبقى للجميع ما نطلعش النهاردة نقول اماكن لا تنقطع عنها الكهرباء في مصر يعني مفيش عدالة اجتماعية يعني فيه ناس متميزين على ناس يعني فيه ناس بتعاني وفيه ناس مبسوطة يعني فيه بشوات وفيه باقي الشعب يعني فيه سوبر بشوات وفيه طبقة فقيرة 2011 كانت بتحاول تهد الصنم ده لكن النهاردة احنا وقفين جنب سيئ الذكر اللي ماسك سلك الكهرباء وبنترحم على مفهوم العدالة الاجتماعية في الفقرة دي الفقرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خريطة لمصر فيها مجموعة من الاماكن زي ما حضرتك شايف قدامك سيئ الذكر قرر انه ان ينسف فكرة العدالة الاجتماعية من جذورها في ازمة الكهرباء اوقع حد يقنعك ان الكهرباء ازمة عامة عن ناس كلها اطلاقا الفقرة دي كل التحية والشكر لفريق اخر كلام كله معدين والبوست بروداكشن اللي اشتغلوا في التصميم الهايل ده وايضا لفريق الصحفيين في موقع صحيح مصر وموقع المنصة الفقرة دي نتاج عمل مشترك ما بين شغل الزملاء في المنصة وفي صحيح مصر وشغل لفريق اخر كلام عشان نطلع لحضراتكو خريطة الاماكن التي لا تنقطع عنها الكهرباء وانت الكهرباء مقطوعة في بيتك 3 و 4 و 5 ساعات لازم نكون عارفين ان الراجل ده سيء الذكر يقدر يخلي الكهرباء ما تقطعش بس هو اختار ينسف مفهوم العدالة الاجتماعية اختار ان ناس تعيش في الظلمة وناس تبقى منورة بالكهرباء مش منورة باهلها زي ما حضرتك شايف كده على الخريطة في مجموعة من الاماكن شمال وجنوب سينا شرم الشيخ الغرداء مرسعالم البحر الاحمر طابل عاصمة الادارية قاهرة اسكندرية العالمين الساحل الشمالي مدينتي منزل عدلي منصور واماكن اخرى ده مش معناه ان كل حتة في الاماكن اللي على الخريطة دي ما بتقطعش فيها الكهرباء لا ده احنا هنمسك مكان مكان من دول ونقول لحضرتك حضرتك اللي في شرم الشيخ خلي بالك الاماكن الفلانية الكهرباء بتقطعش فيها انت بتقطع عندك لانه ما فيش عدلة اجتماعية في مصر ياللي في القاهرة ياللي بتقطع عليك وعلى ولادك 3 و 4 و 5 ساعات خلي بالك القاهرة فيها اماكن بعينها الكهرباء ما بتقطعش فيها نتحرك هنا ونروح لأول مكان وهو العاصمة الادارية الجديدة بشكر الزمل انهم حطلنا سيء الذكر دايما جوه الخريطة عشان اوعك تمسى وخليك فاكر اللي قطع الكهرباء عساكر وده العسكري الكبير اللي موجود في رأس السلطة وهو سيء الذكر اول مكان الكهرباء مش بتقطع فيه ابدا هو ايه هو العاصمة الادارية الجديدة ليه لانه سيء الذكر عمل لها محطة خاصة بيها كلفها 2 مليار يورو بدأ تنفذها من 2015 ل2018 على مساحة 175 فدان وقدرتها الانتاجية 4800 ميجاوات تمثل 8% من اجمال انتاج مصر كله من الكهرباء يبقى ده اول مكان على الخريطة الكهرباء ابدا مش بتقطع فيه المكان التاني وهو مدينة العالمين الجديدة على الخريطة ايضا اقصى غرب مصر هناك تقع مدينة العالمين الجديدة او المصيف بتاع سيء الذكر ورجالته ليه الكهرباء مش بتقطع هناك لانه مفيش عدلة اجتماعية اللفندي عمل محطة سيمينز لمحولات الكهرباء في العالمين الجديدة عشان تمد هذه المدينة او المصيف بتاعه بالكهرباء طوال السنة تكلفة المشروع الاولى 500 مليون جنيه التكلفة الاضافية للتوسعة 615 مليون جنيه قدرتها الانتاجية توليد 500 كيلو فولت هنا بنخلص مدنتين وبندخل على قصة مختلفة تماما هنتكلم الاول على القاهرة والاسكندرية ايه الاماكن اللي الكهرباء ابدا ما بتقطعش فيها في المحافظتين دور العاصمة والمدينة التانية من حيث الاهمية نوادي وفنادق القوات المسلحة المصرية حضرتك لو بتقطع عنك الكهرباء احب اعرف حضرتك النهاردة على مجموعة من الاسماء والمقار تنتشر في محافظات مصر مقارات لاندية ودور القوات المسلحة لا تشملها خطة تخفيف الاحمال التي يتم تطبيقها على المصريين ايه ابرز النوادي ودور القوات المسلحة التي لا تنقطع عنها الكهرباء قبل ما نبدأ عايز اقول لحضرتك حاجة انا مش جاي اقرأ كلام كتير بنفس الطريقة اقول لك احنا جمدين قوي اطلاقا انا حابب اقول لحضرتك كم الاماكن اللي منورة بكهرباء بلدنا مش باهلها كم الاماكن اللي قاعدة في النور ويمكن مشغالين دي جي ومبسوطين جدا ومنورين كهرباء بزيادة وانت قاعد في بيتكو شايف ابنك بيذاكر سنوية عامة في الضلمة وبتتعذب عشان كده كان مهم جدا ان احنا نقرأ ونسمي مكان مكان ما جيش اقول لك انديت قوات المسلحة في القاهرة لا 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 خالص ده احنا عايزين نمسك مكان مكان في دول عشان لو انت ساكن جنبه او في محيطه او حواليه او بتعدي من جنبه تعرف انه مفيش عدالة اجتماعية في عهد سيء الذكر انه حرمت من القاهرة لكن ميخلي رجالته قاعدين في الفنادق ودور القوات المسلحة وهي منورة بالكهرباء مش باهلها دار القضاء العسكري في فندق ريحانة بلازة مدينة نصر في القاهرة دار القوات الجوية في مصر الجديدة في القاهرة دار القوات البحرية ايضا في سيدي بشري في اسكندرية احنا اتفقنا على الخريط احنا بنتكلم على القاهرة واسكندرية هنروح للمحافظات التانية دلوقتي دار الدفاع الجوي في مصر الجديدة في القاهرة دار الحرس الجمهوري في مدينة نصر في القاهرة ودار ضباط الحرس الحرس الحدود في الزمالك ايضا في القاهرة كمان عندنا دار الاسلحة والذخيرة في العباسية في القاهرة ودار المدرعات في مدينة نصر ودار المركبات في مدينة نصر الاتنين في القاهرة ودار المشاة في كبرى الابة ايضا في القاهرة ودار الإشارة في مدينة نصر في العاصمة ودار الإمداد والتموين في مدينة نصر كل دي أماكن للجيش الكهرباء موجودة فيها عادي جدا دار ضباط النقل في شبرى الخيمة أيضا في العاصمة ودار ضباط الوقود في القاهرة الجديدة ودار ضباط المدفعية في مصر الجديدة في القاهرة ودار الحرب الإلكترونية في مدينة نصر في القاهرة منورة بالكهرباء عادي جدا ودار ضباط الحرب الكيميائية في مدينة نصر في القاهرة تعبته أو زهيته لا طول بالك ده احنا لسه عندنا أماكن كتيرة قوي بتنور وانتوا قاعدين في الظلمة زي دار الهيئة الهندسية في مصر الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة ومعاها كمان دار الأشغال العسكرية في المعادي ودار المهندسين العسكريين في حلوان في القاهرة انا عارف دلوقتي اني فيه ناس بتسمعني في حلوان وفي المعادي وفي الزمال يقولوا الله يخرب بيوتك وإيه ده طب احنا الكهرباء عطا عندنا ايوه ما انا عامل الفقرة دي عشان كده عشان اقول لحضرتك انه سيء الذكر نسف العدالة الاجتماعية دار المياه للقوات المسلحة في مدينة نصر اللي يعرفها وعد جنبها دار ضباط المهمات فندق اللؤلؤة في المعادي مين ما يعرفوش برضو منور بالكهرباء مش بأهله انديت القوات المسلحة نادي المعادي على سبيل المثال احنا هنا اتكلمنا على الفنادق ودور القوات المسلحة نروح بقى لنادي القوات المسلحة في المعادي في القاهرة ده برضو منور بالكهرباء عادي جدا نادي الجلاء للقوات المسلحة في مصر الجديدة مين ما يعرفوش في القاهرة ايضا نادي الابطال للقوات المسلحة في عين الصيرة منور بالكهرباء يا جماعة مش بأهله ابدا نادي الابطال للقوات المسلحة في المنصرة في بورصعيد هنا بقى دخلنا على محافظات تانية اهو الخريطة حتى الزملاء منبهونيش لازم ارجع يعني هنبدأ هنا نتكلم على المحافظات يلي من البحيرة ويلي من اهل الصعيد احنا بنتكلم على البحيرة وعلى اهل الصعيد بنتكلم على اماكن بتقطع عندهم الكهرباء بالخمس والسبع ساعات وبنتكلم دلوقتي على اندية قوات مسلحة ما بتقطعش عندهم اصلا هنتكلم في الفقرة دي عن اللقصر اماكن لا تنقطع فيها الكهرباء في الاقصر في المينيا المحافظة الجميلة اللي اشتغلت فيها فترة في السويس في بورسعيد في شمال سينا في الاسماعيلية في القاهرة في الجيزة في اسكندري انا عشان اغطي على جزء من الخريط لكن عشان حضرتك تبقى معايا دي المحافظات او الاماكن اللي هنبدأ نتكلم عنها دلوقتي اللي سيء الذكر لا يقطع الكهرباء عنها لان رجال تقنك فنبدأ منين قلنا نادي المعادي لقوات المسلحة قلنا نادي الجلاء في القاهرة نادي الابطال في عين الصيرة ندخل على بعض المحافظات نادي الابطال لقوات المسلحة في المناصرة في بورسعيد نادي الشاطئ لقوات المسلحة في بحيرة التمساح في الاسماعيلية نادي ضمنهور لقوات المسلحة في ضمنهور في البحيرة نادي حرس الحدود في محطة الرمل في اسكندري نادي الشاطئ لضباط القوات المسلحة في سيدي جابر في اسكندري الاماكن دي ما بتقطعش عنها الكهرباء او عن تكون فاكر ان انا بستعرض لك اماكن زيهم زينا زيهم زي الشعب المصري اللي قاعد في الضلمة على ضوء الشموع ولمة الجاز إطلاقا يا جماعة اللي في الأقصر نادي ضباط القوات المسلحة في الكارنك في الأقصر ما بتقطعش فيه الكهرباء اللي عايز يبعث أولاده يذكره يروح يوديهم هناك روحوا يجمعه هناك وقولولهم أنتو الكهرباء مش قطع عندكوا ليه ليه الكهرباء قطع في بيوتنا بالخمس والسبع ساعات وعندكوا لأ نطلع للجيزة نادي الرماية للقوات المسلحة ميم ما يعرفش نادي الرماية في الجيزة الكهرباء بتقطعش هناك نادي ضباط القوات المسلحة في المنصورة في الده أهلية الكهرباء برضو ما بتقطعش هناك نروح قنة نادي طلائع مينة للقوات المسلحة في قنة الكهرباء ما بتقطعش هناك نطلع للقاهرة تاني طلائع الجيش في كبر الأوبة في القاهرة موجودة الكهرباء هناك طلائع السلام في مدينة السلام في العاصمة المصرية برضو الكهرباء موجودة هناك طلائع الوراق للقوات المسلحة في الوراء في الجيزة الكهرباء ما بتقطعش هناك نادي طلاقع الزيتون في حي الزيتون في القاهرة برضو الكهربا ما بتقطعش هناك وأكيد نادي أحمد عرابي لضباط القوات المسلحة في الزأزي أهل الشرقية عشان ما تزعلوش الكهربا برضو موجودة هناك المينيا وما أدراك ما المينيا نادي ضباط القوات المسلحة في شرق المينيا في محافظة المينيا الكهربا ما بتقطعش هناك شمال سينة نادي العريش للقوات المسلحة في حي الضحية في العريش في شمال سينة ما بتقطعش هناك بورتا وفيه لو نروح بورسعيد الشباب كانوا كاتبين بورسعيد نادي بورتا وفيه لضباط القوات المسلحة في بورتا وفيه في السويس وايضا في بورسعيد ما بتقطعش هناك نادي التجديف لضباط الجيش الثالث الميداني في السويس ما بتقطعش هناك اكتفينا هل زهقته هل مليته لا واحدة واحدة ده لسه عندنا قرى سياحية تابعة للقوات المسلحة أيضاً الكهرباء ما بتقطعش فيها أبداً يا جماعة هنبدأ بإيه باسكندرية وعندنا السويس أشكر الزمل أنهم نبهوني عشان أنا بحب أهل السويس جداً فما يصحش أن أنا أكون مغطي على كلمة السويس في الخريطة نبدأ بإيه قرية فخر البحار للقوات المسلحة في الساحل الشمالي في اسكندرية الكهرباء هناك موجودة على طول قرية الظهور للقوات المسلحة في العين السخنة في السويس الكهرباء موجودة على طول نطلع اسكندرية تاني قرية سيدي كريل للقوات المسلحة في الساحل الشمالي في اسكندرية الكهرباء هناك موجودة على طول يبقى هنا استعرضنا إيه؟ استعرضنا فنادق ودور وأندية وقرى تابعة لمين؟ لقوات المسلحة المصرية اللي على رأسها مين؟ سيء الذكر ننتقل مرحلة أخرى إلى بيوت ومنازل الشخصيات المهمة الجماعة اللي هم خلي بالك أنا لما بديت الحلقة بالعدلة الاجتماعية مش بنقول بس كلام كده أنا بحب اهتفات ينايره بس لا خالص هو القصة دي تحديدا هي في صلب موضوع العدلة الاجتماعية شوف الزملة كاتبين لك إيه؟ شخصيات بيوت الشخصيات المهمة في العدلة الاجتماعية مفيش حاجة اسمها شخص مهم وآخر مهمل المفترض أن المواطن المصري هو أهم شخص والكل سواسية أمام القانون وأمام الدستور وبالتالي لما نتحدث عن سيء الذكر أنه ما بيقطعش الكهرباء عن بيوت بعض الشخصيات المهمة عدلي منصور نموذجا فإحنا هنا بنتكلم على نسف تام لفكرة العدلة الاجتماعية بيقول الخبر ايه؟ أنه قائمة استثناءات كبيرة من تخفيف الأحمال ضمت بيوت ومنازل شخصيات مهمة والتي لا تخضع لقطع الكهرباء من أبرز الشخصيات التي لا تتعرض منازلها لتخفيف الأحمال فيلا المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بعد الانقلاب العسكري في مدينة 6 أكتوبر في الجيزة وذلك لاعتبارات أمنية بحسب تصريحات أحد مهندسي شركة الكهرباء لازم يلاقلها تصريفة برضو يا جماعة لكن عندنا كمان غير البيوت اللي بتاعت شخصيات المهمة وانت ابنينين في مصر عندنا مجموعة من الأماكن والقرى السياحية والمدن أيضا لا تنقطع فيها الكهرباء أبدا الأماكن والمدن السياحية الحكومة أعلنت أن فيه قرى سياحية وفيه مناطق زي السحل الشمالي زي جنوب سينة، شرم الشيخ، الطور أبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين ودهب ورس سدر وانويبع وطابة ومحافظة البحر الأحمر ومدن زي الغردقة ورس غارب وسفاجة ومرس عالم عندنا المنطقة السياحية بيقولك لا دي محافظات سياحية من الدرجة الأولى ورافض هامل مصر من العملة الأجنبية فإحنا جماعة أسفين والله مش هنقدر نقطع الكهرباء هناك طب الرافض الأساسي لمصر اللي هو المواطن المصري اللي بيدفع 2 تريليون درائب يعني هو ده أهم ولا السياحة اللي 2 مهمين بس الحكومة عندها السياح والمناطق السياحية أهم من حضرتك إحنا أسفين والله يا جماعة أنت ملكش قيمة عند سيء الذكر زي ما أنت شايف كده هو كل اللي همه أنه يوصل السلكين ببعض ويا رب يوصلهم عشان الشعب المصري يخلص نتمنى ذلك يعني أنه يعني يخلصنا لوحده من غير أي ألأ ولا مشاكل لكنه لسه ماسك السلكين وبعدهم عن بعض بقاله عشر سنين وهو بيحتفل بدكرة 30-6 أو نكست 30-6 اللي وصلتنا للحالة اللي احنا فيه آه بالمناسبة بالمناسبة لو 25 يناير كانت جاية عشان تهد الصورة دي وتتكلم أنه فيه عدالة اجتماعية فنكست 30 يونيو هي اللي وصلتنا للحظة دي نكست 30 يونيو هي اللي وصلتنا أنه احنا بنتكلم عن بيوت ناس مهمين عن فنادق قوات مسلحة عن أنه ما فيه عدالة اجتماعية عن سيء ذكر ماسك السلك بالشكل ده بيقطعوا عن اللي عايزوا وبيوصلوا للي حبوا فهي دي الصورة دي نتاج إيه نتاج اليومين تلاتة جايين الناس بتحتفل به عشر سنين بيتكلموا هنا عن أقسام الشرطة كمان أنها مستثناء عن المستشفيات منازل مسؤولين في الدولة حاليين وسابقين وأنه فيه إدارة كل حي بتقوم بدورها بترسل قائمة بالاستثناءات لشركة توزيع الكهرباء والقائمة دي بتضم منازل مسؤولين وبعض الرجال من ذوي الحظوة وبتخلوا من المستشفيات الخاصة والعيادات الطبية لكن بالتأكيد فيها أقسام الشرطة وفيها مستشفيات حكومية ونيابات ومحاكم ووزارات ومعسكرات تدريب للجيش وطبعا لو سألت أي حد ليه يا باشا الكلام ده هيقولك لأنه فيه اعتبارات أمنية أنت يا ابني مش فاهم أي حاجة لكن آخر حاجة لطيفة جدا الحقيقة وهي إيه؟ وهي فكرة جيران المسؤولين زمان أنا فاكف زمان وأنا في الجامعة في 6 أكتوبر كان بيت حبيب العدلي في تقريدا جنب مدان لبنان ما كانش في شارع شهاب كان في الشارع اللي هو يعني عمودي على شارع شهاب كويس فأنت أول ما تنزل مدان لبنان وبتمشي لقدام شوية كده ففيه كانت حراسة ولبش جامل جدا ده كان بيت حبيب العدلي إحنا النهاردة بنتكلم على إيه؟ عن جيران المسؤولين الحكوميين دول كمان مستثنين من الأطعب بتاع الكهرباء عدد من المواطنين اتكلموا في تصريحات صحفية لموقعي صحيح مصر والمنصة قالوا لهم يا جماعة والله الكهرباء مش بتقطع عندنا خالص نادر جدا من بداية الأزمة إن الكهرباء تقطع عندنا ليه بقى؟ قال لك لأن إحنا موجودين في خطوط كهربائية واحدة بتغذي منازل شخصيات مسؤولة ومهمة في الدولة بتسكن في محيط المنازل بتاعتنا فالقصة هنا إن إحنا عندنا دوائر الكهرباء في حاجة اسمها الدوائر الكهربية المتعلقة بالمؤسسات السيادية حاجة اسمها قائمة المناطق المستثنى وبتدخل فيها المحسوبية إن فلان باشا ساكن هنا فلان باشا والنبي دخل لنا بيته في الخط بتاعكم ده ما تقطعش عنه الكهرباء ده ما حدش يقرب له اوقع حد يقرب من فلان باشا لأن فلان باشا ما يقدرش يقعد في الضلمة فلان باشا تعبان ما يقدرش إنه استنى كتير في الحر أو في الضلمة فده كان المشهد بتاع أماكن نطلع الخريطة الأولى تاني اللي بدنا بيها الفقرة دي أماكن لا تنقطع عنها الكهرباء في مصر برعاية سيء الذكر أول صورة خالص يا جماعة اللي هي كان فيها اللي قبل دي على طول اللي كان فيها كل الأماكن اللي ما بتقطعش عنها الكهرباء شكرا جزيلا العنوان العريض إنه أنت ساكن في القاهرة لكن فيه أماكن في القاهرة في نفس الوقت اللي أنت بتتعذب فيه أنت وولادك هم بيتمتعوا بالكهرباء ليه؟ لأنه سيء الذكر عايز كده الصورة دي معبرة جدا هو قاطع الكهرباء عنك لكن موصل الكهرباء للأماكن دي الزملاء تعمدوا يحطوا الخريطة بالشكل ده عشان الناس تطرح سؤال يقول لك يا عم انت بتقول إيه؟ إزاي أماكن لا تنقطع عنها الكهرباء وكاتب لي اسكندرية ده احنا طلعان عنا أيوة أيوة ما هو بالزبط هم قصدين يعملوا الصورة دي عشان يقول لك إنه سيء الذكر قاطع عنك الكهرباء وانت في اسكندرية في سيدي جابر ولا في المنشية ولا في أي حتة لكن في نفس الوقت نوادي القوات المسلحة وبيوت المسؤولين مش مقطوع عنها الكهرباء الناس اللي في القاهرة في المينيا في طابة في البحر الأحمر في اكتوبر في أي حتة لما يشوف الكلام دي يقول لي أسامة بتقول لي أي كلام لا إطلاق أنا بس حابب أرسخ لحضرتك الصورة أن من يحكم البلاد هو رئيس بدرجة سيء ذكر اسمه عبد الفتاح سعيد خليل السيسي الصورة دي اوعي تنسوها هو قاطع عنك الكهرباء لكن بيعرف يوصلها لناس جوة المحافظات والأماكن دي ترجمة نانسي قنقر